النهاردة الحاجات اللي ما بتحصلش في أوروبا فكز معايا الحاجات اللي ما بتحصلش في أوروبا مباراة توتنهام وتشيلسي في الدورة الإنجليزية مباراة خلسي بالتعادل 2-2 دي النتيجة خناءة خناءة شوارع بين تخل مدرب تشيلسي وأنطوني كونتي مدرب توتنهام واحد ألماني وواحد إيطالي مسكوا خناءة في بعض شد بالإيد ودخل في بعض وبص أزم خناءة خناءة أهو يا عم اللي ما بيحصلش في أوروبا هو بصراحة شديدة الكلام نهو بيحصلش في مصر أهو عندنا شواء حاجات في الكرة المصرية ومش عندهم طبعا بس الحاجات دي برضو ما شفناهاش ما شفناهاش 2-2 مدربين مسكين في بعض نادرا يعني مش فاكر مش فاكر الحكاية كانت إمتى مسكوا في بعض أثناء المباراة ومسكوا في بعض بعد المباراة الراجل كونتي رايح يسلم على تخل رايح مسكوا من إيده شده شدة اللي هو أنت هتمسكني من إيدي فاهمت إنت اللي هو خناءة خناءة حرفيا فأول حاجات في بالي الجملة الشهيرة اللي دايما نقولها يا عم ده ما بيحصلش في أوروبا الكلام ده طب بيحصلش في أوروبا بيحصل في أوروبا وما بيحصلش عندنا والحمد لله وربنا يحمينا ويهدينا ويهدي مدربين هم ده الدور الإنجليزي أهم دوري في العالم أكبر دوري في العالم اتنين دول من الأكبر المدربين اللي يمكن في تاريخ الكورة كمان اتنين ميسكوا في بعض شدوا في بعض المباراة كانت حلو عمتا شيلس في توتين هام النهاردة كانت مباراة في منتهى المتعة كعادة كل المباراة الدوري الإنجليزي